اشتركوا في القناة اصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهرا تبدأ في 21 من شهر نوفمبر 2024 وتنتهي في 20 من شهر نوفمبر 2025 وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 35.39% كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته ملياران و110 ملايين دينار بحريني ذكرت صحيفة فينانشل تايمز يوم الثلاثاء نقلا عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يخطط الإجبار للشركات الصينية على نقل التكنولوجيا إلى الشركات الأوروبية مقابل إعانات من الاتحاد الأوروبي ووفقا للتقرير تخطط بروكسل لإجبار الشركات الصينية على نقل الملكية الفكرية إلى الشركات الأوروبية مقابل إعانات الاتحاد الأوروبي كجزء من نظام تجاري أكثر صرامة للتكنولوجيا النظيفة كما أكدت المفوضية الأوروبية في الشهر الماضي فردة عريفات جمركية تصل إلى 35% على المركبات الكهربائية الصينية بالإضافة إلى ضريبة قائمة بنسبة 10% والآن نترككم عدالة سواق المالية الخليجية والآن لتسليط الضو على القطاع السياحي والترفيهي في مملكة البحرين تنظم معي في الاستوديو الدكتورة أحلام زينة الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة مرحبا بك دكتورة في النشرة الاقتصادية أهلا لأخيات ريم وشكرا على الاستضافة حاضرين في البداية دكتورة يعني كيف يسهم مشروع العرين في تعزيز القطاع الترفيهي والسياحي في مملكة البحرين وما هي الاستراتيجيات التي تتبعونها لجعل هذه الوجهة مستدامة وفاخرة؟ نعم طبعا مخطط العرين يتميز بموقعه الاستراتيجي بالمنطقة الجنوبية وهي تميز بمشاريع استراتيجية قريبة منه كحلبة البحرين الدولية ومركز البحرين العالمي للمعارض وجمعة البحرين وغيرها من المشاريع الحيوية ويمتد المشروع على مساحة مليوني متر مربع وهو مخطط متعدد الاستخدامات يشمل على فندق رافلز قصر العرين الذي تم افتتاحه مع بداية هذا العام بالإضافة إلى فندق آخر نعمل عليه حاليا قيد الانشاء بالقرب من الحديقة المائية وبهذه المشاريع نحاول بطريقة عصرية أن نعكس عمران وتاريخ البحرين فمثلا الحديقة المائية لها طابع خاص بحيث تعكس في تصميمها حضارة دلمون واصطورة جلجامش وهناك استخدامات أخرى في المخطط التجارية والصحية والتعليمية ومن خلال هذه الاستخدامات المتعددة نهدف إلى تعزيز القطاع السياحي وخلق وجهة جديدة ومتكاملة لجذب السياح على مدار العام بالتأكيد ماذا يعني دكتورة عن البنية التحتية؟ كيف تقومون بتوفير بنية تحتية تواكب معايير الاستدامة؟ ويعني ما هي خطتكم في هذا الجانب؟ نحاول مع تصميم البنية التحتية تلبية السياحة مع الحفاظ على التوازن البيئي حيث نتدارس عدة عناصر التي تعكس التواجهات العالمية في السياحة المستدامة منها ما نعمله حاليا في مرافق رافلز غسر العرين حيث فيه نضيف تجربة سياحية للزوار بالإضافة في نفس الوقت نقوم بالتركيز على معايير الاستدامة ونحاول أن نروج خلال هذه وإدخال مرافق مثل الرياضة والترفيه في مرافق المشروع وكذلك في البنية التحتية نقوم باعتماد حاليا تقنيات الطاقة المتجددة وإدارة المياه والتشجير ونعمل على الحفاظ على الحياة البرية والفطرية بحيث نسعى لدمج المسئولية الاجتماعية والبيئية مع السياحة المستدامة ساهمنا في سيتيسكيب العالمي بالرياض ولنا مشاركة إن شاء الله الأسبوع القادم في سيتيسكيب البحرين لعرض مشاريع العرين وأبراز مشاريعنا القادمة بالتأكيد الدكتور أحلام زينل شكرا جزيلا على حضورك شكرا جزيلا على حضورك